موسيقى محكمة الضمير موسيقى 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 ماذا تمنى حقا ويقينا وصدقا أن يكون لمصر وأن يكون في مصر برلمان قادر على أن يسائل ويحاسب ويكون جريئا شجاعا واضحا مقداما في التعامل مع الحقائق لا أن يكون برلمان يعني مزعورا أو خائفا أو مرتجفا أو حنونا أو مرتبط بالسلطة التنفيذية خلينا كل يوم بنمتحن البرلمان المصري وكل يوم الشعب بنمتحنه وكل يوم لا أتصور أن الشعب المصري يتحصل من هذا البرلمان حتى الآن على ما يساوي طموحه أو ما يساوي توقعه أو ما يساوي حقه خلينا نقول أن المساءلة البرلمانية إن غابت فإحنا إزاء دولة لا يمكن أن تكون ذات إيمان حقيقي بشعبه وكل البرلمانات اللي إحنا شفناها في العصور السابقة كلها برلمانات التصفيق وبرلمانات المبيعة وبرلمانات التي يتبارأ أعضاؤها في نفاق الرئيس وفي مبايعة بروحه الدم والهتاف له وتأييده ودعمه والصويت والصراخ ضد معارضي أو ضد من يتصور إنه معارضي أو معارضوه إحنا قصاد مشهد شفناه كتير أوه في حياتنا المصرية وبتليت به مصر كثيرا مجالس المبايعة والموافقة ورغم إنه كان فيه هذه المجالس البرلمانية أسماء محترمة وشخصات كبيرة وزعامات قوية في عالم المعارضة إلى إنه المجمل ننتقل إلى جدول الأعمال ننتقل إلى جدول الأعمال اللي وجاءني خطاب جاءني طلب من عشرين عضوا يطلبون إغلاق باب المناقشة والانتقل إلى جدول الأعمال التوقيع فتح سنور أو لما وبنان عليه وبنان عليه التوقيع ساعد الكتات مي فبلاقي نفسنا وصد برلمان بنوعيد نفس المشهد نفس المشهد بيتعاد ربما بأقل احترافا كمان يا لدرجة أنهم يعني الدولة خجلانة أنها تأرض الكلام عن الهوى أصلا فإحنا أصد تجربة بتقولنا تعالوا بقى نشوف في البرلمان الأوروبي مساءلة ومحاسبة للرئيس الوزراء اليوناني بالأداء ازاي وبالقوة ازاي بصرف النظر ما ربما يكون في المحصلة الأمر المسؤول نفسه على حق جايز لكن شجاعة برلمان في محاسبة رئيس الوزراء وفي مساءلة وفي مناقشته وفي مخاطبته وده مفتاح التقدم ومفتاح التطور إنما الأداء اللي احنا منشوفه الأداء الوظيفي أو الأداء المأموري ده أداء رهيب خلينا نشوف البرلمان الأوروبي ومواقع رئيس الوزراء اليوناني ترجمة نانسي قنقر 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 هذا هو المساعد الذي يجعله وأنا أعلم ما يريدون أنكم 80% منكم يريدون أن يقومون في أوروبا وفي أوروزون لذلك تريدون ما يمكنكم وأن تريدون أنك حقاً وليس كذلك افعله طيب يعني فيه أكثر مجوعة مهمة للغاية في هذا المقطع النقطة الأولانية أنه هكذا تكون المساءلة النقطة التانية هكذا تكون الحرية النقطة التالتة هكذا تكون الديمقراطية النقطة الرابعة هكذا يكون التقدم والتطور النقطة الخامسة هكذا تكون السياسة هل يمكن لهذا المشهد ويمكن لأي نائم من نواب البرلمانة أنه يتحدث بهذه الحرية وهذه الطلاقة بهذه الحدة إذا مسؤولينا في مصر في ظل برلمان نراه كل يوم على هذا النحو على هذا الشكل الدول أزمة شديدة وطاحمة كانت في اليونان ولا ذلت قائمة والحلول اللي بيطرحوها حلول تكتكول اللي بيسمعها المسؤولون المصريون وأنفسهم أيضا بنفس حزبة الإصلاحات الأوروبية إياها الخاصة ببيع القطاع العام ويعمل مش عارفين لهم بينفزوا دلوقتي ويطلع برضو بيان الحكومة في منتهى التقول والادعاء ويقولوا أنه برنامج مصري مئة في المئة برنامج مصري مئة في المئة هو برنامج حكومي مئة في المئة لفريق من الحكم إنما المصريين لا اختاروا هذا الحل ولا طلب منهم منهم يوفقوا عليه ولا ألحوا في طلب ويقول لسالة المصريين الشعب المصري يلا تعالى نتفق مع السندوق هيقول لك لا طبعا هيقول لك تعالى نعمل الإجراءات تعالى نبيع القطاع العام تعالى نطرح الشركات في البورصة هيقول لك لا إذا كنت إذا كنت نبتكلم على الشعب يعني إنما ما أنا قلت وأولح على ذلك قلت إنه رجل عبد الناصر قعد في البلكونة في منشية البكري فكر وتأمل وقرى كتابين فقرر نرصة المشتراكية ما سألش المصريين وطلعوا المنافقين والمؤيدين والموالين وليس أقفوا واشتراكية اشتراكية لحد كان سأل الشعب ولا جي نحيته رئيس السادات قعد برضه في الجنينة في الجيزة متأملة للسماء والفضاء ويعني مقريب من النيل كده وأما قرر إن مصر تروح ناحية لنفتاح الاقتصاد والاقتصاد الحر وأمريكا والحاجات دي ونخلص من الاشتراكية وقرفها سأل حد بالشعب المصري سأل أي حد معدي قدامه قدام باب بيته في الجيزة لا ما حصلش مسائل وبرضه المنافقين والموالين والمنافقين سقفوا وطبلوا وقالوا اللي بيحصل كده في مصر حتى الآن قرارات تبقى فوقية كل حاكم يتصورها إنه الهم له وإنه ده الحل الصح والمصريين مطلوب منهم إنهم يتحملوا ويسقفوا وينفقوا لو في بلد بقى فيها ده فيها المحاسبة والمسائلة والمشاركة الأمر يتغير وممكن نوصل لنفس النتيجة لكنه كلنا راضيين وكلنا متعاونين وكلنا مستحملين وما فيش حاجة على كدف آخر ما فيش حد بيدفع للتأمين الصحي بتاع حد تاني ما فيش حد بيدفع تأمين صحي الحد تاني ليس بتدفع تأمين صحي اللي في سهل مش بتدفع تأمين صحي منعمل جمعية لصالح صحة فريق من العاملين في مصر نجمع من شعب المصري عشان نأمن على القضاء إحنا قصاد مشهد في البرلمان الأوروبي بيقول ليه أوروبا بقى متقدمة على كل الأصعيدة وليه إحنا طول الوقت مصلاح خصوصية الصوات العربي اللي هو خصوصية خصوصيته إيه إنه مستبد يعني ده الحجاة كل ده خصوصية إن هنا عندنا مطلوب من الشعب أن يعبد حاكمه لا أن ينتخبه وأن يبايعه مدى الحياة كمان ده اللي مطلوب من الشعوب العربية ومنسمى فده خصوصية إيه الخصوصية إنها دي هو المستبد بيبقى تمن التخلص بالمستبد زي ما انتو شايفين في سوريا والعراق واليمن وليبيا فطول الوقت اللي بيودينا لطريق إن احنا نبقى زي سوريا وزي ليبيا وزي العراق وزي اليمن إن احنا نبقى متعاملين مع إنه الديمقراطية شيء وحش وإن الاستبداد حاجة عظيمة هدية سماوية لنا إن احنا نبقى مستبدين أمر لا يمكن قبوله لو مجتمع عايز يتطور وينمو عايز ينجح عايز رئيسه ينجح وحكومته تنجح وبرلمانه ينجح والشعب ينجح في الخروج من الأزمة دي وفي الوصول إلى مصر العظيمة اللي نتمنها عشان كده عشان كلنا ننجح من قول رئيس الجمهورية لغاية أصغر عضو في جهاز الدولة وفي الحكم وكمان الشعب لازم كلنا نبقى مؤمنين بالديمقراطية وبالحرية وبالمشاركة وإنه ما فيش بيننا إلا عهد واحد هو الدستور واحترامه وإنه ما فيش حد فينا ملهم من السماء أو نصف نبي إحنا كلنا شعب كل واحد منا بيقوم بدوره من عقد بنتفق كلنا عليه وأجمعنا عليه اللي هو الدستور فيما عدا ذلك هو عودة بمصر مرة أخرى بعجلتها إلى الوراء بما هو أسرع وما هو أخطر بعض الفاصل المنطقي بإذن الله اشتركوا في القناة